ناحية ثانية أسألك طبعاً على النابولي النابولي السنة دي حلو سبالتي سبالتي يعني المدرب كبير أكيد بيغرف يتعامل فعلاً مع أي مجموعة من اللاعبين عنده عناصر عظيم عنده اسم من اللاعبها الكبيرة جداً عنده لعيب كمان كبير قوي مش عارف الجورجي اللي مش عارفين فتشا كفارت سخيليا انت عارف أنا بسطلك ليه؟ كفارت سخيليا ميزة محمودة بالرقب ما تقول انت الاسمه محمودة ميزة محمودة أقولوك بالعبقرية في التعليق أنا أقولوك حاجة بأمانة يعني هو ممكن أول مرة اسمعها مني ممكن أنت تحب المعلق ممكن ما تحبش معلق المعلق دعمي زي المطرب براحتك حاس المودانك تجيب معاه بس ميزة محمودة اللي أكيد تميزه عن أي معلق آخر إنه اسمع منه أي اسم لاعب أجنبي هتسمعه بوضوح جداً عشان كده روح تبصيت أول موج اسم اللاعف روح تبصيت لمحمودة عارف إنه هيبعارفه بص أنا عايز أسيبه الفرصة لحمودة شاكر إنه يتكلم عليه لا هو اسمه سهل جداً بس يعني محتاج أنت بولفونك كفارت سخيلية اسمه خفيتشيا كفارت سخيلية خفيتشيا كفارت سخيلية تقدر تقوله ده العيب لازم تحفظ اسمه لأنه غالباً هترشح لبالاً دور ده عظيم ده عظيم والصدفة كمان كان لها دور كبير جداً إنه يجي إيطاليا تحديداً أنا لو تصلاح لي أخلي فيش الهضم لا لا أتكلم لا لا أكلم لا لا لعكس الدوري طالب تحاجع هذه من الدرج لا 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 خلي محمودة يليد لكن أنا عندي تعقيبة على موضوع إنتر وعادي تعقيبة على التدقبلية طبعاً قبل أن أتكلم عن أبلي برضو عاوز أتكلم على الإنتر وعاوز أتكلم على اليوفي الأزمة اللي في الإنتر واليوفي اليوفي دخل السنة دي ممكن نكون م مركاته بتاعه كانت كويس إلى حد ما طبعاً انتداب مثلاً في الآخرة جابوا بارادس شفنا برضو بول بوجبا ولكن قابلهم سوق حظ كبير جداً بول بوجبا يا دوبك أول ما جاء راجل ما لعبش ملمسة أصلاً الملعب الراجل قعد على طول الشكله بالنسبة كبيرة أنه هو مش أكيد مش هيكون موجود في كسر عالم نفس الكلام أن خلدي مريا كان مصاب بنعب قالوا مبارايتين فقط أول مباراة نزل بديل المباراة التانية اضطرت فيها في شوت الأولاني بارادس جيم تأخر يدوبك قبل ماتش البيزي زائد أن عليجري فيه مشكلة كبيرة جداً أنا من الناس المقتنعة جداً بالليجري أنه هو مدرب كبير جداً طبعاً وفي الوقت اللي كانت أنديت أسبانيا وأنديت إنجلترا وبايرم يونيخ عندهم قوة شرائية كبيرة جداً وعندهم سوبر ستارز الراجل كان بيقدر يجاري الناس دي في الشامبينز دي ورح فينا الشامبينز دي كان رقم صعب جداً اليوفي في الشامبينز دي ولكن فيه مشكلة مع عليجري زي ما يكون فيه حصل لك فيه مشكلة بقى فيه عدم ثقة ما بين جماهير وما بين عليجري طب هيمشي الرجل الشرط الجزائي بتاعه كبير جداً طب هالراجل يقعد بس لو قاعد المركبة تغرأ أكتر من كده فدي مشكلة اليوفي بعزنا إنه كان فيه سوق توفيق بالنسبة كبيرة الإنتر برضو مش مش هطول فيه كتير طبعاً بعد ما أسر قال عنه كل حاجة ولكن برضو يعني الإنتر لحد ما أفضل لأس عفواً الإنتر عنده مشكلة أنه هو أول أول يا كريم ما خد الدوري راح فرط في أهم اللعيب عنده زي ما باع له كاكو بعد كده جاب له كاكو تاني عكس الميلان الميلان أول ما كسب الدوري السنة الفاته ما فرطش في أي حد غير فرانك سي فرانك سي هو الوحيد اللي ماشي كان عقده خلاص امتهى وطبعاً برشلونة وفري ترانسفيرو هو أصلاً يحافظ على ميلان يعني يحافظ على رفاق اللي يعني يهم صفقة عنده السنة بالضبط إنما الإنتر ماشي سنة قبل الفات مشكلة في إنتر في سنة قبل الفات مع إنه سنة فات كان بيحاول في الدوري ولكن ماشي أهم اللعيب عنده فنابولي بقى سبالتي من المدربين العظام جداً اللي أنا بحبهم جداً على مستوى الشخص لأنه تطور محمد صلاح وهذه ميزة مدرب بيقدر إنه يتعامل نفسياً كويس مع النجوم ويتطور فيهم نعم بس نفسياً على مستوى الأداء وعلى مستوى الشخص طبعاً نابولي عامل نتائج خرافية وأطلانتة بعضه على طول أنا يمكن أخذ ماتش نابولي ليفر بول هو بالنسبالي هو ده كان الماتش البوم بتاع سبالتي إن يكسب بالطريقة دي وعارف إن ليفر بول دايماً بيلعب هاي لاين وبيبولتين وقفينه على خط نص الملعب بإنه برضو اللعيب الجورجي اللي دايماً بالركب بيقول إسمه لنا مش عارف يسمه الراجل كان متميز جداً في الدريبل فعمل شكل ومنظومة كبيرة جداً مع نابولي فنابولي أعتقد إنه ممكن ما ياخدش الدوري ولكن هو أكيد من توب فور والاستمرارية بتاعت نهو ياخد دوري دي وقال لا أعتقد يعني لغاية نص الأولاني يعني لغاية نص الموسم بالضبط قدر أقول لك نابولي ممكن يعمل